اهلا بكم في النشرة الرياضية اختزمت يوم امس بطولة معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين والتي قيمت للعام الثالث على التوالي وذلك وسط حضور كبير من قادة الوحدات والضباط بالاضافة للعبين المشاركين في البطولة التفاصيل في سياق التقرير التالي شهرت ملاعب ناري ضباط قوة دفاع البحرين ختم بطولة معالي القائد العام وذلك وسط اجهال احتفالية رائعة بحضور قادة الوحدات والمديرين والضباط وعدد من الضيوف حيث قيمت البطولة بالتزامن مع احتفالات البلاد بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين الثامنة والاربعين وشهد حفل الختام العديد من الفقرات التي تضمنت استعراضا للفرق الموسيقية العسكرية كما تفضل نائب راعي الحفل سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الذي انابى معالي المشير الشيخ خليفة بن احمد الخليفة اذ قام بتكريم اللجان العاملة بالبطولة بالاضافة للمشاركين الفائزين بالمراكز المتقدمة البطولة هذه جمعت الناس في النادي وبدت تاخد زخم مثل ما تفضلت ان شاء الله كل سنة نارى فيها مشاركة اكبر واليوم بعد حضر عندنا ممثل من اتحاد البحرين للتنس وان شاء الله نلقى لكم السنة وكل سنة تغطية كانت ممتازة نشكركم عليها ومنشكر مدير النادي على حسن التنظيم والترتيب وعلى كل المشاركين على الروح الرياضية العالية بينهم احترامهم البعض والتنافس هذا وكانت النسخة الثالثة من البطولة غد قيمت على مرحلتين خصصة الاولى للعبين الهواة والتي شارك فيها جميع الاجهزة الامنية بمملكة البحرين في حين كانت المرحلة الثانية قد خصصت للعبين المحترفين اذ شهدت البطولة للمرة الاولى مشاركة من اتحاد التنس في خطوة نحو الارتقاء بالمستوى الفني للبطولة وذلك من اجل خلق جو تنافسي بين الفرق المشاركة اقتتمت يوم امس منافسة بطولة اسيا للمبارزة للشباب والنشئين التي احتضنها الاتحاد البحريني للمبارزة بتنظيم مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وذلك في الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر فبراير وزع الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس شهادات الأحزمة السوداء للمشاركين في لعبة الكراتي والتي أقامها الاتحاد تحت رعاية رئيس الاتحاد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وبحضور نائب رئيس السيد عمر بكمال وأمين السر العام السيد خالد الحسن حيث حصل 24 لعبا ولعبة على الحزام الأسود واندهن ليتقدم الاتحاد خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف والوصول إلى البطولات العالمية من خلال تأهيل وصقل مواهبه الشابة